واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتقذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو عليها عين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا شكرا